السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم فاليوم ان شاء الله سنتعرف على العبارات والمصطلحات المتعلقة بتسجيل تلاميذ في المدرسة فهذا الدرس سيكون خاص بالدخول المدرسي والتسجيل في المدرسة فلنبدأ على بركة الله فأولا الدخول المدرسي هو وبالنسبة للتسجيل فهو التسجيل أو عملية التسجيل يسمى الان مرة نشوف واحد سؤالي ممكن ترحوه أرغبوا في تسجيل ابني في مؤسساتكم ما هو السن المطلوب ألوكم قولوا je voudrais inscrire mon fils dans votre établissement quel est l'âge requis je voudrais inscrire mon fils dans votre établissement quel est l'âge requis je voudrais أرغبوا inscrire تسجيل donc l'inscription قولنا هي عملية التسجيل و le verbe هو inscrire والفعل inscrire dans votre établissement quel est l'âge requis أرغبوا في تسجيل ابني في مؤسساتكم ما هو السن المطلوب فاقمون كنجيبون يوم كنوك تسجيل تفلوك ابتدا المنسين السن المطلوب سنة vous pouvez inscrire votre enfant د لأج de 3 سنة vous pouvez inscrire votre enfant د لأج de 3 سنة vous pouvez يوم كنوك أو يوم كنوك inscrire تسجيل votre enfant تفلوك د لأج ابتدا من سن 3 ans ابتدا من التالي أو سن تالي يعني تالت سنة vous pouvez inscrire votre enfant د لأج de 3 ans الآن رسوم تسجيل رسوم تسجيل يعني مصاريف تسجيل يعني تمان تمان تسجيل les frais d'inscription donc رسوم تسجيل هما les frais d'inscription les frais d'inscription بنسب التأمين المدرسي هو l'assurance scolar l'assurance scolar فl'assurance تعني التأمين بصفة عام التأمين هو l'assurance ول'assurance scolar هو التأمين المدرسي الآن شفوه سؤال ممكن أيضا ترحوه من فضلك أريد أن أعرف كم هي رسوم تسجيل مع التأمين بصفة عام نقول سيّو سيّو پلي جو دري ساوار كمبين لفرائي دي دي ساوار سيّو پلي جو دري ساوار كمبين لفرائي دي دي ساوار سيّو سيّو پلي كتاني من فضلك أو من فضلكم بصيرة الاحترام جو جو وودري ساوار أريد أن أعرف كم كم هي لفرائي دي ساوار تسجيل أو مصاري في تسجيل و لفرائي نوع التأمين سيّو پلي جو جو ساوار كمبين لفرائي دي دي ساوار و لفرائي دي مر السؤال موالي ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل فهاتة كسيّن أو هاتس سؤال داروري كي تترح يعني باش نعرف الوثائق المطلوبة Alors كن قولو كَلْ ساوْ لِي دوكُمْ رُكِي پور لَنسCRIPTION كَلْ ساوْ لِي دوكُمْ رُكِي پور لَنسCRIPTION Alors كَلْ ساوْ ما هي لِي دوكُمْ الوثائق رُكِ المطلوبة پور لَنسCRIPTION لِي التسجيل كَلْ ساوْ لِي دوكُمْ رُكِي پور لَنسCRIPTION قولنا لِي دوكُمْ هُمَ الوثائق لِي دوكُمْ رُكِي الوثائق المطلوبة پور لِي دوكُمْ لِي التسجيل ففبعد الاحيان تلميذ كي يكون ديجا متسجيل في مؤسسة يعني كنبريون ديرو إعادة التسجيل كتسمة لَنسCRIPTION 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 هو التسجيل وَنسCRIPTION هو إعادة التسجيل لَنسCRIPTION من بي الوثائق المطلوبة هو الدفتر العائلي اللي كيتسمة لِي دو فامي لِي دو فامي لِي دو فامي أيضا كنحتاجو البطاقة التعريف اللي هي كنحتاج أيضاً نسخة من عقد الزياد الطفل كنحتاج أيضاً إثبات كنحتاج أيضاً 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 إن شاء الله كنحتاج أيضاً